موسيقى الصحة المغربية لم تشفى بعد من عطابها الحكومات المتعاقبة وخططها لم تفلح في تغيير كثير من حال قطاع يعد الأهم اجتماعيا التقارير المتعاقبة وطنية كانت دولية تتقاطع جلها في رسم صورة قاتمة عن واقع الصحة في المغرب ضعف في البنية التحتية ونقص حاد في الموارد البشرية وما توفر من الاثنين يتوزع جغرافيا بشكل غير عادل القطاع الخاص كما يراه منتسبه رقم أساسي في معادلة المنظومة الصحية أزيد من 70% من التجهيزات التقنية تتوفر عليها المشافي الخاصة وكثير من التخصصات الطبية التي تفتقدها المستشفيات العمومية صارت روتينية في المصحات الخاصة رغم أن القطع الخاص يكتسح 20% من السرعة و80% من الموعدة الطبية كاملة في القطع الخاص جميع التقنيات الأخيرة والجديدة في القطع الخاص نبدأ من السيليوسكوبي أول السيليوسكوبي دست في القطع الخاص سكانير الأول الذي يجلب القطع الخاص اليرام الانجيو سكان الجراحة الشرايين السيليوسكوبي تبين بأن أخيراً الآن كان مؤدة الآن لكي نوم ما كناش في قطع الخاص لقطع العام والعمليات التي صبحات روتينية في قطع الخاص وكل شيء دير في قطع الخاص تعمل نادراً في قطع العام علل الصحة المغربية عميقة وهيكلية علاجها يتأتى بأوراش كبرى وخطط جريئة لكن هذه الحلول تصطدم بميزانية لا تتجاوز الخمسة في المئة من ميزانية الدولة إلا بقليل وهو المعدل البعيد عما تقره منظمة الصحة العالمية مشكلة التي تعيش المنظومة الصحية في البلاد هي مشاكل هيكلية مشاكل عميقة مشاكل بنيوية للحلول ديالها تقتضي الأوراش كبرى واتخذ تدابير وإجراءات جريئة اللي ربما ما تعجبش بعض الناس ما تعجبش بعض الهيئات في المغرب خاصة نعرفوا القطاع العام ديال دابا والقطاع الخاص في صيغته الحالية منذ أكثر من خمستاشر عام مثل يالله بجوج بنا القطاع العام والقطاع الخاص تنتجوا مثلاً سفر فاصيلة خمسة سكانير في العام يعني في المغرب باش نزيدوا سكانير واحد خسنت سنة وعامين في القطاعات بجوجها وتنتجوا كدلك أقل من مئة سرير في العام بالقطاع وإلى أين؟ يعني الصيغة الحالية للقطاع الخاص ما يمكنش يمشي بجي والقطاع العام ما تشل أطلها رمان تصوروش أنه سيكون أموال باهضة سيطح لنا العرض الصحي بالمغرب ينمو بشكل بطيء وتفسير هذا البطء بضعف الاعتبادات المالية المخصصة لوزارة الصحة لا يجد قبولاً عند كثير من المهنيين فأصل المشكلة عندهم يكمن في ضعف الحكامة على مستوى التدبير كان قرن ورصنا مع بلدان غير اللي بحالنا بحال تونس فاش نشوف هذه عشرين سنة تونس عندها خمسة المستشفيات الجامعية في الوقت اللي عدد السكان ديال المغرب ثلاثة مرات عدد السكان ديال تونس كانوا أننا جوج مستشفيات الجامعية هذه عشرين سنة غير هذه تعطينا واحد فكرة على شنا هو العرض ديال المستشفيات ديال العلاجات اللي كانت في المغرب مع الأسف أنا غيرت تتكلم مع المسلمين أقول لك إحنا بلد ما عندناش الإمكانيات وما عندناش وليهد أنا أقول لكم بلد من المؤسس أي واحدة خدام في قطاع الصحة ومتبعش نكين في ناحية ديال التدبير في قطاع الصحة مشي مشكل ديال ميزانية في المستشفيات حاليا حاليا المستشفيات عندها ميزانيات اللي يمكن تكفيها ولكن مع الأسف هو مشكل تدبير ومشكل حكامة أمام الإحصائية المقلقة التي تعري واقع الصحة بالمغرب وخطط الإصلاح التي لا تأتي بكثير من النتائج يبقى البحث عن صياغ جديدة للإصلاح الدواء الناجع لعلل القطاع بالمغرب